بعد الأزمة اللي حصلت بين نزار الفارس وحرية فرغلي وإشاعت خطبتهم من كم يوم واللي طلعت الفنانة ونفتها زاعت قناة ديجلة لقاء الإعلام العراقي مع حرية وكشفت فيها تفاصيل كتير جداً عن حياتها حرية فرغلي قالبت الدنيا لما نزار الفارس نشر فيديو دي معاها وقال إنهم اتخطبوا وريهام سعيد زاعت الخبر والفيديو لكن الحقيقة إن ده كان هزار ضمن الحلقة واتفجأت حرية باللي عمله المزيع وإنه استغل لها علشان يعمل تريند وقالت إنه كذاب وهي ما كانتش تعرف إنه هيعمل كده وكانت مستنية الحلقة تتعرض علشان الجمهور يتفرج عليها ويعرف الحقيقة الحلقة تصورت في بيت حرية فرغلي في الزبالك واكتشفنا في الحلقة إنها عايشة في شقة الموسيقر الراحل محمد عبدالوهاب وابنه هو اللي بعلها الشقة وده بعد ثورة يناير ومن ساعتها وهي عايشة فيها نزار الفارس الإعلام العراقي اللي بيعشاء التريند وبيجيب الضيوف يسألهم أسئلة محرجة علشان الحلقة تفرقع عمل نفس الكلام مع حرية فرغلي وفي بداية الحلقة طلب منها إنه يقوم بدوره كمزيع ويسألها أسئلة محرجة وقال لها تسمحي لي أحرجك وهي وفق التجاوب على أسئلته محدش يقدر ينسى أول دور عملته حرية فرغلي في حياتها وده فيلم كلمني شكرا كان دور جريء شويتين خاصة إن الجمهور أول مرة يشوفها وتعرضت له جمه انتقاد كبير بسبب الجرأة دي وسبب لها مشاكل مع خاطبها وندمت على الدور نظار بقى يسكت؟ لا طبعا لازم يستغل الموقف وسألها السؤال الصعب قال لها أنت أغريتي جيل كامل في فيلم كلمني شكرا وربنا عقبك بالله حصلك بعد كده علشان ما تكملش في الأدوار دي كان سؤال صادم لحرية وتوترت وما كانتش عارفة تقول إيه وفضل يعيد عليها نفس الجملة كتير إن ده عقابك من ربنا على مشاهتك الجريئة وهي مش عارفة ترد بس حرية قالت إنها بعد الحدثة اللي حصلت لها ووقعت من على الحصان ومناخرها تكسرت رحت عملت حج سبع مرات وقربت من ربنا أكتر لكن نظار علقت علي مش في محله وقال لها أنت ما فكرتش تعملي حج والعمرة إلا لما ربنا بتلكي حكت حرية فرغالي حكاية غريبة عن الجن وقالت إنها بعد ما عملت مسلسل سحرة الجنوب اتلعنت وحياتها تغيرت وإنها بقت تشوف حاجات غريبة في شقتها بس حولت ما تركزش معاها وبقت تشوف ولد وبنت صغيرين في الشقة كل فترة وكل ما واحدة تيجي تشتغل عندها في البيت ما تكملش وتمشي مش بس كده ده في واحدة ما تعرفهاش بتقرأ التاروت والكلام ده قالت لها إنك عندك حاجات في البيت مش طبيعية يعني جن أو حاجة ومن هنا اتأكدت حرية فعلا إن في حاجة غلط لكن من كتر حبها للشقة اللي عيش فيها 13 سنة مش راضية تسيبها وتمشي حرية شخصيتها تغيرت تماماً عن أول ما ظهرت وبقت تبص للحياة بمنظور مختلف وده بعد المعاناة اللي عاشتها سنين اللي فاتت وقالت ما كنتش حاسة إن الموت قريب للإنسان كده وبعد اللي حصل لي اكتشفت إن الموت قريب قوي ونفسي أكون حرية من حريات الجنة وربنا يبقى راضي عني ويسمحني على كل حاجة غلط عملتها حرية فتحت قلبها وقالت إنها زي أي إنسان بيغلط بس ما عملتش حاجة من الكبائر علشان ربنا يغضب عليها وقالت إنها ممكن تكون عملت حاجة غلط وحرام بس ما كانتش تعرف زي إنها أكلت لحم خنزير بس البيعة ضحك عليها وما قالهش الحقيقة بس فضلت تستخفر ربنا وما كانتش تعرف واخوها اللي قالها أما عن الوسط الفني فحرية اشتغلت مرتين مع محمد رمضان زمان وده في بدايتها وعملت مع عبد موتى وقلب الأسد وقالت إن علاقتها بيكويسة وعلى طول بيسأل عليها وهي تعبان ولسه كان بيكلمها من أسبوعين وما قطعش علاقته بيها رغم إنهم ممثلوش مع بعض من سنين كمان قالت إنها كانت عندها صحوب كتير حواليها لكن بعد اللحص الله بعد عنها علشان ما بقش ليهم مصلحة خلاص معها وكانوا بيمثلوا عليها الحب والصحوبية اتصدمت فيهم لما كلهم اختفوا من حواليها واضح إن حرية فرغلي مرت بأي يمصابة محدش يتحملها لكنها لسه عندها أمل في الحياة وكلنا مستنيين نشوفها على الشاشة من تاني شكرا